اشتركوا في القناة انا اذكى واحد في هذا الفصل انا ما بين اقولش اغبة واحد وافشل واحد بين اقول اذكى اذكى واحد انا الافضل انت ارى ابني من انا باك انا انت فاشل ولو فاشل بس ما احسبي ترى من اصلي ومن نسبي ومن والافضل لا تقول لي شيء فاشل لا اقبل من انت وحسبي ونسبي ما تقول لي من اخبة او لا افضل يا مرح الثور بكري تقارح ايش فيه؟ سمعتها ثور ولو ثور بس ابن من أنا أنا الأفضل ابن من أنت أنا أنا ابن من أنت يعني أبا تكون يعني تاري يا ابن حسب ونسب سلالتنا كبيرة أنت أخباء واحد فالفصل أنا ابن ما ما دخل أبوك في الموضوع أنت غبي أبوك ولا جيتك ما لهمش علاقة في غباءك ولو غبي ما أدر الغباء ما قالش داخل الفتاة ليس الغبي لكن الفتاة من أنا وأنت وأنا أنا تعرف هذا النغمة ما نقولها واحد مريض نفسي ما يقوله إلا المريض المهوس اللي هو فاشل ما حصلش أي حاجة يتفاقر بها يرجع يقول أنا ابن 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 أنت يحتاج لك مسحة عقلية ولو يدخلوني مسحة عقلية بس أنا أفضل واحد للمسحة أنك داري أنا ابن أيوة يا الله ناو المرض هذا روية عن محمد بن عبد الرحمن بن وحسن محمد صلى الله عليه في السنة الثالثة قبل الهجرة وبعد فتح مكة أنه قال من صام أيام البيض في رمضان إيمانا واحتسابا كأنما صامت ده كلام واضح طيب ما سألتوش هل في راوي اسمي محمد عبد الرحمن بن بن محمد واضحي هذا أنا أنا محمد عبد الرحمن هذا اسمي يعني من جاء ورسلكم أربع كلمتها كذا بالتجويد وثنتين جمل يعني مع الغنى مع الإقلاب مع كذا وروية خلاص تسمعوه طيب اسأله هل هو حديث صحيح ولا مش صحيح هل هي مقولة هل هي حكمة من اللي قالها وفي أي كتاب يعني أي حاجة يجيب لكم أي واحد تمتصوها كذا زي الأسفنجة ما عتميزوش في الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة قبيل وفاته بثلاثة أشهر حينما هو مغادر لمكة المكرمة وعقيب أدائه فريضة الحج حجة الوداع جمع الصحابة والحجاج جميعا وانتظر حتى يصل المتأخرون إلى تلك المنطقة المجذبة تلك المنطقة التي لا يوجد فيها إلا بعض شجيرات وبعض نخيلات وأوقفهم في حر الظهيرة ما دم بتسمعها كذا كلام بالتجويد في السنة العاشرة واجتمعها بالصحابة وفي أرض جدباء كذا بتسمعها كلام بالتجويد تقول خلاص هذا كلام منطقي وفي أرض جدباء ووقت الظهيرة ولا يوجد إلا شجيرات تقول خلاص ووقت الظهيرة وشمس وكذا يعني قلت تعبوا ما عدت تقدر تناقش وتقول لا كلام واقعي ومنطقي أيها ما حصل في هذا اليوم ويقول لهم في ذلك الخطاب الذي تجمع الأمة بمختلف مذاهبها على نقله وعلى روايته وعلى صحته ولا يوجد خلاف بين الأمة على صحته وقال لهم أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه أنت أول ما تسمع تقول قال النبي هكذا تقول خلاص وأجمعت عليها الأمة ولا يوجد أي خلاف في هذا الحديث تسمع يقول هكذا أنه أجمعت عليها الأمة فلا تقول ليش عاد أناقش من أنا لما أناقش وقد الأمة مجمعة ليش أخالف الأمة مجرد ما تبحث وتسأل وخصوصا عندك وقال الآن فيه كل الكتب وفيه كل الرواية تبدأ تبحث تجد أنه ما فيش حاجة أجمعت عليها الأمة على هذا الحديث لا يوجد أي إجماع وابحثوا بنفسكم يعني أول موضع أنه أجمعت عليها الأمة كذبة طلعت طيب متى قال النبي هذا الحديث يقول لك هذا قال بعد حجة الوداع بثمان أيام طيب موضع مهم زي هذا ليش ما يقول في حجة الوداع والخطبة الأخيرة الذي اختضب وحضر يقول الحضر فيها أكثر من مئة ألف صحابي ليش ما يقول موضع زي هذا مهم أنه خلاص الولاية بعد انتقل مني إلى علي قالوا له أصلا يعني وهو راجع من الحج بعد ثمان أيام تذكر وقال في أرض جدباء في أرض أي تلك المنطقة المجدبة المجدبة أرض مجدبة قال الحديث مع مجموعة يعني نساءه كيف النبي أنه يذكر في الخطبة الأساسية الذي كانت آخر خطبة وما ذكره إلا معها أربعة أمفار وعشرة أمفار وفي أرض جدباء وصحراء تقول لهم خلاص أوكي علي ولينا كل المسلمين بيوالوا علي ما فيش أي إشكالة وكان ولي المسلمين في فترة من الفترات هو عمر والصحابة كلهم ومسك الحكم وكان الخليفة خلاص ما فيش أي إشكال تولاه ومات مثلهم مثل بقية الخلافة وبقية الصحابة يقولوا لا لا إلا هذا طيب أيش الموات عليه ما تسلك لنا عمل كي بل ما تسلك لنا لما إحنا ضروري نحكم بعد يقول ها إذن الحديث عملته مش عشان علي والإمام علي الحديث عشانكم أنتم تمسكوا السلطة طيب من قصتكم من يمسك السلطة لا وانا تولى علي عصرنا سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي أيوة هو اللفاء شوفوا شوفوا من الجولهم عشان يقولوا لك إن عبد الملك هو علي عصرنا ودخلوك في الأرض الجدباء والحدباء والنبي من أجل مشروعهم عشان يمسكوا هم السلطة طبعا هذا في كل فترة كل منطقة يعملوا لهم علي عصرنا كل زمان يعملوا لهم نفس الحجة من أجل أيش؟ من أجل يمسكوا السلطة هم ويتحكموا بالرقابة الناس ما فيش معهم أهل ولا درسوا ولا يشتوا ويدخلوا انتخابات وينافسوا ويرشعهم الناس من وقت ابتكروا الحديث هذا وهم فقط لجل هدفهم هم بش من أجل الإمام علي ولا النبوة ولا من أجل يحافظوا على الإسلام كيفوا الدين والإسلام والنبوة وحولوها من دين رحمة للعالمين إلى دين عائلي كيف يستغلوه باسم الإمام علي وماذا يعني أن تنصر الإمام علي؟ ماذا بسيطة؟ الإمام علي هو الإمام علي أمان خلاك هل الإمام عليه والإمام علي والمعلوم الخضير هذا هل الإمام علي وطلعها الإمام علي المسلمين عارف أن إمuto إمام علي anes ويساعدوا الذي يحافظوأ للناس ويقولنا إن الإمام علي هو عبد الملك الحوثي و� وهذا الذي لا تدخل عقل واحد يعني они يوظفوا والدين والإسلام والنبوة يفسروها من اجلاش يقول لك لا ان الحكم العلي بالولاية وخلاص والولاية هذا هي الدين كله وهي النبوة هي الولاية العلي الذي تخلي عبد الملك والولي. لولا الولاية ما بلغ الرسول رسالته ولا اكمل دينه. يعني هكذا يصوروا لك. انه النبي جاء بس يبلغ الولاية ويقول لهم خلاص الولاية العلي. ولو ما بلغش الولاية هذا ما اكتمل ولا ولا بلغ رسالته. دينه ناقص. فقط جاء يقول لهم هذا الاسلام عندهم. والدين خلاص الامام علي وما يشاء النبي. هذا هي الرسالة وهذا هي النبوة. ولا يمكن ان تتحصن هذه الامة الا بالولاية التي عمر الله بها. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. الله ورسوله والذين امنوا. اين عبد الملك الحوذي في الموضوع? لما تقولوا انه وليكم. وهو الولي. وين? مع انه حتى الامام علي ما ذكرش في الاية. ولا في اي اية. يعني مع ان القرآن هو افصح الكتب. منزل بافصح اللغات. الذي ذكر الميراث وذكر الزواج والطلاق وذكر الدين وذكر سورة للنساء وذكر حتى النمل والبعوض. اي عقل ان يخفل القرآن اية زي هذا انه يتنتقل ان الولاية واتينه للامام علي. واذكر كل تفاصيل وشؤون حياة المسلمين. وما ذكرش هذا. لان الموضوع كله تأليف من عندهم بما يخدم مصالحهم بحيث انهم يتمسكوا بالسلطة ويحكموا الناس ويتصلبطوا على الناس باسم الولاية. الحكم في اليمن مربوطا بآل البيت ها. وان شاء الله سيستمر وكذلك. نحن نشمو النبي صلى الله عليه وسلم عبرهم ها. الحكم في اليمن مرتبط بآل البيت ايوه. ويشموه من خلالهم النبي. اش بيكسدوا. بيكسد ان هؤلهم آل البيت وبيشموا النبوة فيهم. بالله هذا فيه شم نبوة. هذا شم تواعير شم زيت حارق شم قاتم شم. هذا الاشياء. اما تشموا من خلالهم النبوة كيف? يعني اولا لا يوجد حاجة اسمها آل البيت. لا في الكتاب ولا في الاحاديث. لا في القرآن. فتشوا القرآن على سورة سورة وعلى آية آية. لن تحصلوا حاجة اسمها آل البيت. ما ذكر في القرآن هو آل ولكن مش آل البيت. نسب كلمة آل الى الاشخاص. لا تنسب في القرآن أبدا لجماد. نسبت للأشخاص. آل عيسى آل فرعون آل داود آل. فقط ستة وعشرين مرة ذكرت كلها منسوبة لأشخاص وليس لجماد. فتشوا القرآن وتأكدوا من هذا المعلومة بنفسكم. ولا يوجد ايضا حديث عن النبي ذكر فيه مصطلح آل البيت. المصطلح الصحيح هو أهل البيت. مش آل البيت. عشان كده في القرآن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت. أهل البيت. ما قالش آل البيت. فهنا الأهل يقصد به أفراد أسرتك. أهلك أنت لو واحد قال لك أنتو من جيت تقول أنا وأهلي. يعني أهلك من أفراد أسرتك. ما يقصد شلقرية ولا المدينة ولا الحارة حكك. أفراد أسرتك. وأيضا موسى عندما ترك زوجته وراح يشوف نار لها. ايش قالت لها؟ قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. يعني من هم أهلها المقصود هنا زوجته. الأهل هم أفراد أسرتك ومن تعود. يعني حتى النبي قال خيركم خيركم لأهله. وأنا خير ركم لأهلي. الأهل هو أفراد الأسرة. طيب مصطلح الآل على من يطلق. الآل معناها الأتبع. ولهذا قال في الآية أدخلوا آل فرعون أشدت العذاب. يعني من اتبع فرعون أدخلهم أشدت العذاب لأن زوجته كانت مؤمنة. ولهذا معنا من أهله. ما شملت تاشى الآية. أدخلوا آل فرعون من اتبعه وآمنوا أنه إله. ولهذا شملتهم. ولهذا قال الآل لمن اتبع. آل فرعون. آل موسى. آل يعقوب. آل محمد. آل إبراهيم. أتباعه. أو من آمن به. ولهذا يقال لهم آل. إذا معنا مصطلح أهل البيت وهم أفراد أسرة النبي ومعروف من هم الأهل. ومعك مصطلح آل محمد. وهذا كل من اتبعه وهم آمن به. هم شافون كيف ذلعين. إن قلنا احنا من أهل بيت النبي معناها مش احنا من أفراد الأسرة. الأهل معروف. إن قلنا احنا من آل محمد معناها مدميزناش عن الآخرين. احنا من ضمن من اتبعه. لازم لنا من حل. مثل ما ابتكروا فكرة الولاية من أجل يوصلوا للسلطة. ومن أجل إنه خلاص محصورة عليهم وحولوا الإسلام كله والولاية. ابتكروا لهم مصطلح آل البيت. أخذوا من أهل البيت كلمة البيت وتركوها الأهل. وأخذوا من آل محمد الآل. فصار آل البيت. مصطلح ليس محصور على أفراد الأسرة. وأيضا لا يشمل كل أتباع محمد. مصطلح يعني مهجن. فقد يخضم مشروعهم. مش علوم هذا الاسم. من أجل يخدم مشروعهم. يعني ما هم لا أهل البيت ولا محمد. أخذوا الذي يعجبهم. لأننا جعلنا تاريخ آل البيت تانويا بينما هو أساس كتاب الله وأثمت. أهل البيت أساس كتاب الله. كيف أساس كتاب الله ومج موجود في كتاب الله. كيف الأساس هذا. فقط اسم ابتكر لمصلحتهم. بعدين خلاص بدؤوا يوظفوه آل البيت الذي لازم دوا لآل البيت. وكل شيء هو لآل البيت. والحكم هو لآل البيت. الذي هو هم يقصده. الحوذي وجماعته. آل بيت رسول الله هم مع الحق. إذا توليت غيرهم فقد توليت أهل الباطل والنفاك. خلاص تختلف معهم أنتم منافق. يقتلوا يسرقوا ينهبوا يفجروا والبيت ما لك ش داخل. تخالفهم هذا منافق ظال في الدرك الأسفل. هذا يعارض الله ويعارض رسوله والقرآن. يعني هم فقد يعني ما فلغ ايش من انتخابات وايش من اختارهم والناس صالح والله طالح ما معك إلا هم. والله فأنت ضال منافق. وخلاص بعد ما يقولوا لك أن مخالفة هؤلاء بتخالف الحق والقرآن والنبي والإسلام. خلاص بعدها يوهموا الناس أن هؤلاء مميزين هؤلاء ناس خارقين للعادة. هؤلاء مش هم زي البشر العاديين. حجج الله أعلام الهدى وورثة الكتاب وأئمة الرشاد. حجج الله أعلام الهدى وورثة الكتاب وأئمة الرشاد. من قصدقوا يعني بيكسدوا الصحابة ولا بيكسدوا ملائكة بيكسدوا هؤلاء. بالله بيكسدوا هؤلاء. على أساس ذا هذا أنه منها إمة الرشاد. مع أنه لا ينفع في سوق الرشيد في المقوى. إمة الرشاد والدولة أسماء ومصطلحات تشعروا أنهم مثلنا يعني بشر عاديم. مدرين من أين يخرجوا الأسماء هذا. القرين دايزر الغوار. إمة الرشاد. رشاد أي. وهما الناس يعرفون ما درسوش حتى الثالث ثانوي. ما مش معاهم أي شهادة. بس يخلوه وكلهم خلاص. وركزوا على مصطلح ورثة الكتاب. ورثة الكتاب هذا يعني مثل ما حاولوا يورثوا النبوة ويورثوا الإسلام وكل شيء وراثة حولوا كل شيء إلى كأنه أثاث. حتى القرآن لازم من ورثة له. الأمة تحتاج إلى أعلام هدى يقدمون لها القرآن كما ينبغي. هذه هي الحقيقة. يقدمون لها القرآن بحر لا يدرك قعره. وهنا ستعود الأمة إذا عادت إلى أعلام الهدى إلى القرآن الكريم من خلال أعلام الهدى. القرآن لازم تأخذه من عبرها ما أولا. أعلاف الهدى. لازم تأخذه منها إذا تشتي قرآن صحيح. يعني لي كان درسوا قرآن وتعلموا طول عمرنا من قراء قرآن. لا أنت ما بدأ أخذوش من المكان الصحيح. عبر الأعلاف ولا. ولهذا لازم فقط تأخذوا منهم ولا القرآن ماش تمام. مش هو القرآن الصحيح. لكن القرآن عندما قدمه قدم القرآن من ليسوا بأهل القرآن قدموا القرآن باردا. بارد يعني. إذا ما جيش عن ضريقهم والقرآن بارد يعني. لا تسمعش إلا منهم فقط. هما الذي يعلموك القرآن. هما اللي يدرسوك. ولا يصليبك. ولا يختطبك. والزكالة عندك. ولا يحكماك. وهو الذي يدخلك الجنة. وهو الذي يقول لك أنت مسلم ولا منافق ولا على الدين الصحيح. هم فقط. هما احتكروا كل شيء باسم الإسلام لهم. يعني هما الذي يفكروا لك. هما اللي يخططوا لك. وهما الذي يسيروا. الإنسان في نفسه ومفرده لا يستري عن يرسم نفسه منهجا. للهدايا في الحياة يسير عليه. ويعتقد أنهن المحتدين. لأن الهدايا مرتبطة لأعلام الهداء. الهدايا مرتبطة بأول. أعلام الهداء ما يسبب لكم. يعني لازم إذا حتى تشتدهتدي مبلغ عن ضريقهم. ولا مجاند مهتدي أنت ضال مضل. لازم عن ضريقهم لأنهم هم كل شيء. هم محتكرين كل حاجة. الوكيل الحصري للإسلام والتي. يعني القرآن وهم شيء واحد. أي أن القرآن وهذا الشيء الذي لهم عكرة رسول الله أعلام الهدى وورثة الكتاب وأيمة الرشاد شيء واحد. شيء واحد تشوف كيف يصوروا ويضحقوا على عقول الناس إن هؤلاء يسموهم أعلام مدري إيش والقرآن شيء واحد يعني كلهم مقتسين. يعني تشوف القرآن ولا تشوف أشكالها ولا سوا. هذا لي صوروا للناس يعني. ولهذا أي واحد يفكر يقرأ القرآن أو يستمع أو يأخذ من غيرهم ما ينصحوش. ولهذا اليوم كم تجد ممن يدعون أنهم حفاظ القرآن أو ممن يدعون على أنهم يعلمون القرآن ويتعلمون القرآن ويعلمون القرآن. لم يأخذ القرآن من قرنائه. لم يأخذ القرآن من أعدام الهدى عليه السلام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. يا حياء. احياء، ما صعلوا أنا؟ أعتقد؟ شكراً لكم. شكراً لكم. عملاً يا محمد بعدين! سنبقى رابطة بعد سورة الفيل. أحياء للمسؤال جزمت داخل الجامعة؟ خرجنا خرجنا لا يحرف الصاحب خلينا يباس خرجنا يعرفنا يا أخي هانا ما يقعبين جودا مخبيات كل ما يفعل ما يفعل بيت الله وندرس قرآن وندرس الطالب هذا ما يصلح تقري قرآن ما يصلح ما يصلح ليش ما يصلح كيف ما يصلح أنت من أئمة الهداء كيف من أئمة الهداء هذا القرآن حق المسلمين كلهم يدرسوا ويدرسوا ما شو هذا لا حق أئمة القرآن قال لك حق المسلمين أنت من ورثة الكتاب ورثة ورثة أيش أنت من الورثة كتاب أيش يا أخي هذا هذا قرآن القرآن يعني قصتك أنا ورثت من أبي بس كان معنا بيت في البلد إحنا وعمومين من الصايح والقصتك هذا الورثة بحق الله عادنا جئت من البلاد لا هتروحنيش هيروحني للبلد طيب ورثت أيش ورثت الكتاب هذا إذا ورثت الأكتب هذا مش هو حق هذا هو مكتوب وواقف لله تعالى هذا تبع الجامع ما حدش يورثه أهم الورث بيوقفوه للجامع يعني ما يدرسوا قولي أنت من الحقق الله أبنا الحق عبطل قصتك أيو هتعرف بي أبنا الحق عبطل ما أعرفش أنت من العترة من العترة لا لا أنا من جنب قصتك من العتمة أنا من جنبهم من جنبهم قريبين قريبين قريبا منه وعنك أتعبني معك نجا عترة هاي شعنة ها قصتك غترة الغترة هاذا ما لها ما لها أيوة أنت من أمة الرشاة ما عشي قصتك من حزب الرشاة أي حزب ممنوع ما بي عندنا حزاء يا أخي أش بتقول أنا ولا فهمت حاجة منك أنا من إقراء قرآن مثلي مثل بقيات المسلمين وين المشكلة؟ لا لا الله أنا فهمك أنت من أهل البيت يعني أيش من أهل البيت يعني من أهل البيت يا أخي إحنا مستأجرين إجار باش إحنا أهل البيت يعني هم مختربين خفني فهم هذا أنت من قرناء القرآن؟ من أيش؟ قرناء القرآن قر.. قر.. أيش؟ قرناء ركق القافلة يعني أيش ما هو القررر هذا؟ قرناء قرناء القرآن أتمنت منهم؟ ما؟ أيش هذا ما هي؟ هذا القرناء القرآن له قرناء أنتاري ما يشهم كل الناس يقرأ القرآن لابد قرناء القرآن هم سيدي بدرتين رضوان الله عليه وسيدي حسين وسلام الله عليه وسيدي عبد المالفالحوثي وسلام الله عليه غيرهم ما بيش هذا القرآن هذا من إلندهم يا أخي هذا القرآن للمسلمين يعني هذا وكلاء وإحنا فاتح محلات سباكة وإحنا لازم عبر الوكي هذا القرآن للمسلمين كلهم من الظلال الله على المسلمين كلهم ما أسير أدور هذا يجي يقريني القرآن أقول لك أنت حقق الهدر هذا وعيوانتك في ستين داهية يعني إذا إحنا لا أنت من قرناء القرآن ولا من أهل البيت ولا من الإدري ولا من أئمة الرشاد ولا من القرناء يعني أنتارندك تكتم القرآن بارد برد ياخل الجو بارد احنا في منطقة باردة ما دخل القرآن في الجو كيف فهمها هذا؟ هند من السلالة؟ من السائلة قصدقmann لا لا مش من السائلة احنا تصل正 من القرية لا تقول ابني ليس للسائلة لا يبقى من السلالة هى طهرة ليس ابني غ poorly سلالة طهرة يعني إيش طهرة معك ماه ويغسلوا أبي صابون أو لابسها مماちは ما هذا مهما طهرة هذا سلالة طاهرة يعني يعني مثلي هكذا مثل؟ هذا طاه يا أخي هذا القرآن القرآن للناس كلهم يعني تقدر أنت حتى تدرس الناس عادي طبيعي وأنا درس وكل المسلمين عادي يدرسوا ويدرسوا أنا ما ما قدر أقرأ ولا أكتب ولا أقررهم ها يعني ما بدقرأ؟ أنا أقرأ ولا أكتب حياك الله أنت من الشجرة من أين؟ من الشجرة أنا بتشوفني خوخة أو فرسكة أو تفاحة من شجرة أنا جيت من أبي أمي معاكم شجرة أهلات وشجرة أسي معانا فالبلاد بس كلها قات يعني هاش نسوي هل؟ ألي نشته إذا خزن لي والله والله فهذا كلها عشان التخزينة هاي وما نوع والله والله وبدت فلسفة وبقرينة القرررر وكلها عشان حق تخزينة أتخزن لي ما فيش معيكم قوم خلينا قوسوا 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 يا قني من هنا تجيب لك أنا أنا داخل جامع قوسوا الله أكبر عليكم والشقاط فيكم يا الله من أوادن بجاز يطلعوا لنا ضرق تشويهم للدين وجعله الدين عائلي سلالي يتبعهم هم فقط ولهم هم الوكلاء الحصريين للدين وهم ورثة الدين لوحدهم كثيرة كثيرة فمثل ما ابتكروا أعلام الهدى وصحن الدوار والبحر الزرغام والسكف الملهام والأسماء كثيرة من ضمن هذه الكذبات وربما تكون أكذبها إنهم يصوروا لك إن هؤلاء هم أبناء النبي أيها المؤمنون يا عباد الله هناك من ذرية يغسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله السيد حسن نصر الله يحفظه الله في الشام وفي اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله هذه من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم هذا أكبر كذبة وأكبر فرية في تاريخ الإسلام بكله كذبها على النبي هؤلاء الذي يدعون أنهم أبناء النبي والله ما فيهم واعد ابن النبي كلهم كذبا به إذا سمعت واحد يقول لك أنا ابن النبي هذا يعرف أنه ناوي ينصب عليه ناوي أنه يتحكم فيك أو يحكمك بالقوة وما فيش معه حتي الله يتعذرني أنا ابن النبي أنا ابن فاطمة أنا ابن زينب أنا فقط يا أخي في آية صريحة بتقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم آية صريحة في القرآن وهؤلاء جالسين يتصلبطوا بإسم النبي ومرة يقول لك احنا ابناء النبي ومرة يقول لك هو ابن الحسين ومرة يقول لك لا احنا ابناء فاطمة وكذا ولا عرفنا ما نبوكم ما لكم كل واحد كل يوم بتدولنا أب جديد وأم جديد يا أخي إذا انت مؤهل وانت كف وتعلمت ودرست هادي دخل نافس ترشح في الانتخابات وانت عارف ان لك يعني قبول وتخدم الناس دخل انتخابات لكن تجد تصلبط بإسم الدين وبإسم النبي وأنا ابن النبي وكل فترة يطلع لنا ابن النبي جديد اللهم وإن أبناءك وأحباءك اللهم إنا أبناءك ابناء من؟ ما قلت ستينيش على أبناء النبي ولا أنك تقولوا أبناء الله هذا ما قلت قالوا هلا اليهود اليهود وخصف بهم الله عندما قالوا نحن أبناء الله وخصف بهم ورجعهم قرادة وخنازي وانتم أيش يزيد يعمل بكم كنتم حواثة يعني كيف يزيد يخصف بكم أسألكم بالله الهند ثلاثمائة وخمسة وستين ديانة 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 وثلاثمائة وخمسة وستين لغة بعدد أيام السلام وعايشين المسلم يذبح البقري يوم العين والهندوسي بيعبد البقرة قد سمعتوا أنه ما انتحطوا لمطار الصوف أقول لك ليش ما بينتحطوا ولا بتقاتلوا ومتعايشين مع أنهم ديانة متحددة واحد يأكل البقرة واحد يعبدها أقول لك ليش لأنه ما فيش معاهم بقرات يشتيتوا حكومهم باسم أهل البيت خلي أعلاف الهدى هؤلاء يروحوا هناك ويشوف بنفس العقلية هذا كيف يفعلوه والله يعلفوا أم الهند كلها يأكلوا البقرة ويقتلوا صاحب البقرة ولي بيعبدها ولي بيأكلها ويعصدوا أم الهند عصيد وهم بالعقليات هذه وكل البلدان اللي يشوفوها مستقرة ومتقدمة ونهضة بالأسس هذه الدول ما فيش عندهم هذا النظرة الاستعلائية وأنا ابن النبي وأنا مدري أيش كلهم تحت النظام والقانون يطبق على الجميع متساويين لهذا رجعوا تفرغوا لبناء بلدانهم ما عندهمش هذا النظرة الاستعلائية لا نبني شيخ ولا نبني نبي ولا تسمعوا واحد بيقول أنا ابن عيسى ولا موسى ولا داود ما فيش بلدان استقرت وهدأت ولكن شوفوا البلدان اللي عندهم نفس الفكرة المتخلفة من إيران إلى سوريا إلى العراق إلى أفغانستان إلى اليمن إلى لبنان كلها تعيش صراعات وحروب ومشاكل لأن فيها جماعة هكذا تفكيرهم أنهم فقط خلقوا ليحكموا الناس ويتحكموا برقابهم باسم الدين وباسم الإسلام وأن الدين هذا دين عائلي ودين سلالي ومنذ بداية نشأت فكرة الولاية هذا وتحويل الإسلام إلى دين عائلي محصور في عائلة وفكرة البطنين تحول الصراع بدل ما كان إسلام وكفر أو حق وباضل تحول الصراع إلى سني شيعي وانتقل الصراع داخل الأمة الإسلامية معنا المسلمين في إغناء عن هذا الصراع وكل أتباع محمد يعتبر من آل محمد وكما قال الثائر اليمني الكبير نشوان الحميري آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي لو لم يكن آله إلا غرابته صلى المصلي على الطاغ أبي لهبي فهمت يا شجرة؟ بني من أنا أنا الأفضل أنت بني كِي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر